السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندك محاضرة بتاع بوربوين. وعاوز تسجلها في جهازك بتاع الجوال. وعاوز تسجل صوتك فيديو. تعمل اكس ريكوردر للمحاضرة وبعد ذاك ترسل الرابط للطلاب. او عندك فيديو. عاوز تعمل له منتجة. عاوز تدمج بين فيديوهات. عاوز تستخدم الجوال وتستخدم لك برنامج مجاني و خفيف جدا 19 ميجابايت حجمه. ممكن تنزله من الجوجل بلاي. اسمه اكس ريكوردر. الاكس ريكوردر برنامج خفيف جدا يمكن يساعدك في التسجيل الفيديو. كل ما عليك انك تكتب تدخل جوجل بلاي. متجر بلاي وتكتب اكس ريكوردر. بعدها يطلع معاك مسجل الشاشة. انا طبعا لانه منزله وعامل لي تحديث. انت هيعمل لك تزبيت هنا بدل كلمة التحديث. لاحظ هذا التطبيق منزل مية مليون مرة. وحجمه 19 ميجابايت فقط. ودرجته اربعة وسبعة درجة. بضغط على تزبيت الفيديو او تزبيت برنامج الاكس ريكوردر. بعدها ممكن اعمل على تشغيل البرامج بالضغط على علامة زايد. بمجرد ما تفتح البرنامج تضغط على زايد. هيبدأ يعد لك الزمن من عشرة وحد واحد. بعدها تسجيل الفيديو. بعد ما تفتح عرض البوربويد بتاعك الخاص. بعدها يحفظ ممكن يحطيك فرصة انك تشارك الفيديو. لما نضغط على علامة زايد لتزبيت الفيديو. بيحطيك فرصة انك تعمل تسجيل الفيديو او تختار بس مباشر لايف على اليوتيوب. نعمل تسجيل فيديو ويبدأ العدد تنازلي ثم نسجل الفيديو. لو عاوزين نشتغل على الواجهات البرنامج ونوضحها. بالذات نبدأ بالاعدادات. اضغط على الاعدادات. تجد انك ممكن تعمل تعديل لتسجيل الصوت بالمكرافون او غيره. لحجم دقة الصورة والفيديو. اعدادات في الاسفل لما نضغط عليها. نواصل. بيعطيك فرصة اين تخزن الموقع. ووضع التسجيل. والعدد تنازل لدائركم ثانية. هنا عشر ثواني. ممكن تغيير. زي ما انت عاوز. ايضا في التحكم. بيعطيك فرصة انك تظاهر النافذة بتاعت التسجيل او تخفيها. وممكن لما تنتهي من تسجيل الفيديو. تنشط هذا الخيار. هزى الهاتف ليقاف التسجيل. وايضا ممكن تنشط هذا الخيار متابعة التسجيل عندما تكون الشاشة مغلغة. اثناء تسجيل الفيديو لعرض البوربوينت. ممكن تظاهر صورتك. صورتك فيديو تكون ظاهرة ومنت بتتحدث. والعرض بتاع البوربوينت شغال بتاعك. ومسجل بتنشيط الخيار الكاميرا. واما الفرشة. فزي انا الرقبية حسي حاليا منشطة. اللي هي فرشة. دي كلها في اعدادات ممكن تغييرها زي ما دائر. اللغة. سياسة الخصوصية. والتعليمات. وغيرها. هذا الاصدار ذا. وان بوين فايف. انا حسي حاليا. المستخدم. لاحظ. لو دغتنا. على تعديل. تحت من الرموزة الموجودة. تعديل. لو دغتت عليها. فابتصر معك الخيارات دي. ممكن تعمل على تحرير الصورة. او تحرير الفيديو. او دغت الفيديو. او دمج الفيديو والصور. او اه في تطبيقات رائعة اخرى. ممكن تمر عليها. طيب اه بكده احنا نكون مرينا على اغلب النقاط في ال 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 او تضغط هذا الفيديو او تعمل مشاركة او تعمل اعادة بتاع التسمية او تحذف هذا الفيديو تقريبا مرينا على اغلب النقاط العاوزين نتكلم عنها في برنامج ال اكسي ركوردر برنامج سهل وخفيف ومجاني حجمه 11 ميجا تكتب اكسي ركوردر على الجوجل بلاي في جوالك بعد ذلك تجرب هذه الامكانيات تجد روابط شرح اخرى في التعليق في الاسفل وما ننسى قلنا هذا البرنامج هو التطبيق يعطيك فرصة انك تعمل تحرير للصورة وتحرير الفيديو ودغط الفيديو ودمج الفيديو والصور وغيرها كان معكم مستاذ علادين عبدالوهاب محاضر جامعي ومتخصص في التعليم الالكتروني وبشكل بسيط حاولت اشرح لكم البرنامج عن طريق الجوال اكس ركوردر التحديث ايضا مجاني لهذا التطبيق شكرا لكم